إصلاحيون لكنهم دفاعيون عن المتعصب الإصلاحي عدنان إبراهيم سأتحدث هذا اليوم وأقول وأخيراً أعلن عدنان إبراهيم السر الأعظم واكتشف الخلل الجلل الذي لا خلل بعده ولا قبله وقال بأن كل ما نحن فيه هو مسألة مؤامرة اشتركت فيها الدول العظمى قالها أكثر من مرة وكررها في أكثر من فيديو حتى أن الفيديو نفسه عاد نشره لكي يوصل هذه الرسالة العظيمة ما هي هذه الرسالة؟ كونوا معي أصدقائي وهذه الحلقة عن إصلاحيين صدقوا أن بالإمكان إصلاحه ما لا يمكن إصلاحه إصلاحه ولو تعلق الأمر بمقدسات هي أصلاً تدعي أنها لا تحتاج مراجعة إنما تحتاج الخضوع والطاعة لما تشاء هذا طبعاً غريب أنه يطالب إصلاحه بإصلاح مقدس يدعي الكمال المطلق فكيف لهذا المطلق أن يصلح نفسه؟ هذا التناقض وفقاً لتعريف المقدس نفسه والذي التناقض الفلسفي طالما أكل رأسنا السيد عدنان بمواضيع وحلقاته الفلسفية لكنه يعجز عن فهم هذا التناقض أولاً لنستمع للسيد عدنان ماذا قال في فيديو الأخير له الخطة واضحة خلق صورية سنية وتغويلها تصبح غولاً كبيراً وخلق صورية شيعية أيضاً تصبح غولاً ثم ضرب الإثنتين وينتهي الإسلام والعالم الإسلامي الآن الناس تفشل أن تفكر خارج الطوالب والنماذج التي أتحها الإسلام السياسي عبر تلك قلت كيف؟ هو الإسلام هيك؟ الإسلام هي حياة مصحف وزيف دولة ودين دين وآه دنيا وأخرى الكلام المنشطات الإسلام قبلهم يا حبيبي حسناً وافقنا يا سيد عدنان على كلامك هذا ونعتبره كلاماً صحيحاً ثم ماذا؟ لماذا لا تستخرج مشارطك الفلسفية وتمضي أعمق وتقول لنا من أين ظهرت كل هذه الحركات؟ ما هي المادة الخام التي اعتاشت عليها وخرجت منها واستثمرها الغرب والمستعمرين والذين يرومون شراً بهذا الدين لماذا تعتقد بأنك وعدك بأن العالم العربي والإسلامي كما تسميه هو عالم فارغ لا وجد فيه إلا من هو من جماعتك ومن المنافسين لكما فبالتالي ما حاله بقية الناس لماذا تعتقد بأنه هذا العالم العربي الإسلامي هو عالم خاص بكم فقط من أين ظهرت هذه الحركات؟ هل كانت حركات موجودة خارج هذه البلدان حتى أتى الاستعمار الغربي واستولدها أو صدرها لنا؟ هي موجودة قيل كثيراً هذا كلام لكن أنا سأقولها بطريقة مختلفة نحن مجتمعات أو جماعات موجودة شعوب موجودة فيها توجهات وحركات مختلفة وطبقات فكرية سكانية ودينية ومختلفة أتى العالم الغربي أي شخص أي جهة متسلطة تأتي تجد الجهات المختلفة في هذا العالم الغريب عليها فتختار ما يناسبها فوجدت بين هذا الإسلام الذي نحتفي به وهذا التراث العظيم الذي نحتبره خصوصيتنا وهويتنا التي لا ليس ما بعدها هناك ما بعدها ولا ما قبلها وجدنا أن هذا هو يعني خيال المآته أو حصان طروادة القاتل لنا جميعاً وهذه العملية توضحت خلال هذه التسعين سنة التي تحدث عنها سيد عدنان وقال بأن الإسلام تم اختطافه على مدى تسعين عاماً هو كما يبدو يعني في صراحة أنا أقول هذا كلام عدنان من يرى طريقته في الكلام كلام يثير الشفقة بصراحة هو فرحان جداً بهذا التصريح الذي يعتبره خطيراً وكأنه عثر يعني على الكبريت الأحمر هذا غش وخداع ووعود فارغة طالما قيلت وشبعت منها الناس طالما تم استثمار هذه القضية أن هناك مؤامرة وأن هناك أناس يخططون ضد هذه الدولة وضد الإسلام طبعاً يخطط وإذا خطط شنو المشكلة يعني يعني طبعاً هو صراع هذا صراع موجود بين جميع التوجهات مدام أنت وزلت نزلت في الساحة وتحاول أن تلعب لعبة السياسة ولعبة الفكر ولعبة السيطرة والسلطة على الناس فلابد أن تجد منافسين وهو أصلاً الإسلام لماذا وجده يعني الدعوة المحمدية لماذا وجده قال لدي الحل وهناك مشاكل كثيرة والحل لديه الحل هذا صال لألف وخمس مئة سنة ما حلت بالعكس عقد الموضوع أكثر فهو أصلاً الدين التالي كي حل المشكلة عندما يعجز عن حل المشكلة عليها لا يدعي ويقول ها ولا ظروف وهناك عداد طبعاً أنت نازل وين أنت نازل إلى حلبة حلبة صراع صراع كبيرة جداً القوي هو الذي يفوز الأكثر كفاءة والأكثر قدرة هو الذي يفوز وينتصر الإسلام أمره ما انتصر في أي منازلة هو منازلة الحلبات على المعارك لكنه منازلة الحضارة والتحضر والفكر ودارة شؤون الناس والراءة الناس يعني محاربة الفقر والجهل والعوز والمرض ويعني جمع وهدة الناس وجمع صفهم يعني وضعهم في صف واحد هذا لم ينجح الإسلام يوماً في هذا بالعكس كان الإسلام ينشطر ويتفتت يوماً بعد آخر وما زال ينشطر على أشكال متعددة وألوان متعددة والكل يقول أنا وحدي بس والتوحيد التوحيد أين التوحيد؟ التوحيد أنه تشرأت ترفع شعار؟ هل هذا هو التوحيد؟ التوحيد أنه في النفوس أنتم لم تنجحوا في توحيد هذا التوحيد في النفوس لم تنجحوا في التوحيد بين الجار وجارة بين الأب والابن بين الأخ والأخوة بين الزوج والزوجة بل بالعكس وضعتهم الكل واحد فوق رأس الثاني قلن نشوف البقية كلام السيد عدنان ونرى ما هو جديده حين جداً جداً هنا بدي ألقي بالقنبة التي ألقيتها قبل ذلك وأحسن الفريق الآخر أحسنوا حين صمتوا ولم يستجيبوا الكلام لأن إثارته سوف تحرجهم جداً سأقولها بالفهم الآن وهذا سيغضب والله والساتر والله والستير لا إله الله خير وحافظاً وهو أرحم ورحيم الأطولية الإسلامية بفرعية الكني والشيعي صناعة استعمارية صناعة استعمارية الوثائق أصبحت متاحة هذا يمد شيخ شاب بسيط في بداية الثلاثين العقد الثالث يعني هو موليد التعمائية والستة سنة ثمانية وعجرين يعني قديش في منتصف إيه العقد الثالث ليس عالماً كبيراً ولا مشهوراً ولا أي شيء كان بسيط متواضع كان شيء علوم عنده دبلوم دبلوم فقط لماذا؟ لماذا هذه الرعاية لماذا هذا الاهتمام لماذا هذا التلميع لماذا خلق الشخصية الخطة واضحة ذكرتها في برنامج ليطمئنا قلبي في 2016 تقريباً خلق أصولية سنية وتغويلها تصبح غولاً كبيراً شرساً وخلق أصولية شيعية أيضاً تصبح غولاً ثم ضرب الاثلاثين إن شاء الله أبطل مكرهم وأيقظ الأمة وكما أخذت لكم وفاياة العلمات خضاوي استفتاء هذا المشروع فشل سيحصل الآن الأمة تنتظر البديل لأن الإسلام تم اختطافه عبر 90 سنوات حسناً يا عدنان الإسلام تم اختطافه وافقنا لا بس لا تجددنا مشكلة لكن السؤال ما أضعف هذا الدين الذي يخضع المؤامرات طوال 90 عاماً كما تقول هذا الدين الذي يتم استئجار أو تجنيد شخص شاب صغير في يقصد حسن البنة ويقوم بحركة كبيرة ضخمة من أين أتتوا هذه القوة هل هي بالأموال التي دفعها الاستعمار حسناً دفعها لكن هل هذا يشفع للدين هل أن هذا يبرأ الدين الذي أنت تدعيه والذي أنت تحاول الدفاع عنه هذا الدين الذي خلال 90 عاماً لم يستطع أن يقاوم وأن يثبت حضوره ويقدم صورة الناصعة ويأتي هذا الشاب الذي أنت تستهين به وتقول هو صنيعة الآخرين الآن هذا الشعب أي دين هذا إذن أي دين هذا الذي يسقط بسبب الملايين موتاً وتشرداً وشعوب تهجر وتقتل وتعيش في فقر وجهل وتخلف لا أول له ولا آخر أي دين هذا حتى لو كان دين عظيم إذن هذا دين فاشل دعونا نكون صريحين ما هي مشكلة؟ دعونا نكون دين فاشل الدين لم ينزل من السماء يجب أن تفهم الناس يجب أن تكونوا حقيقيين يا عدنان وغيرك أنت وكلكم يجب أن تقول هذا الدين صناعة فقهاء تهيكو قرآنك ونصوص مقدسة هاي نصوص يعني هو نصوص عدبية جنسها نصوص عدبية تقرأ بألف شكل وشكل لكن عندما تأتي وتقول هذا الدين مقدس وأوكي أذن نقبل المقدس ماذا قدمه هذا الدين؟ هذا إنسان أنت بعظمة لسانك والكل يشكو ويقول الدين هناك مؤامرات ومؤامرات والدين الصحيح لا أحد يطبق الدين الصحيح هذا بالعكس هذه إدانة للدين نفسه من يتحدث بهذه الطريقة يقول كأنه يسب الدين الخاص به هذه لا تقلل الصلاة أنت عندما تكون فاشل وعندما تكون مؤسسة في نظريتها وعملها ومشروعها فاشل لا تلوم السارق والسيء والمتآمر وليجب أن تكون النظرية والمخطط والمشروع متكامل بحيث يغطي كل هذه الثغرات ولا يترك فرصة لأحد لأن يتحرك هذه الدول العالم الغربي شبوا مشاريحهم مشاريحهم ناجحة وتغطي كل البزالق وكل المخانق وكل يعني الإشكالات فلماذا لا يفشلون فهنا السؤال إذن وفقا لهذا الكلام ألا يكون الحال السليم يا سيد عدنان اعتبار يعني هاي الحالة أنت تقول 90 سنة لماذا لا يمكن أن تعتبر الدين أمر بالغ الحساسية ولا يجوز السماع لأحد بالتدخل باسمه وفرضه على الناس وتطبيقه في الحياة العامة لأن كما رأينا كل من يدعي تطبيق هذا الدين الناس تأكل الحصة وبعد ذلك الحصة وتتشرق بالملايين والآن السوريين بالعشرات الملايين بره الأراقيين الأفغانستانيين الباكستانيين اليمنيين واحسب الليبيين احسب الجزائرين العشرية مالتهم واحسب هاي بس هاي فقط خلال ربع قرن هذا كيف الأربعة عشر قرن المضى الذي تفتخر به أنت المشكلة المشكلة هنا لن تكون مع ما يسمى علمانية أنا لا أدعي العلمانية أنا هذا أتحدث عن مشكلتنا لا أدعي لعلمانية ولا أدعي لتنوير ولا أدعي لأي شيء أنا أقول هذه مشكلة يجب أن نعالجها نعالج مع ما يسمى دين هذا هو اللي أصبح أنوان المؤامرات وسيلتها وأداتها وسبب دوام هذه المؤامرات فبالتالي بالنهاية لماذا تتشبثون تتشبثون بالدين ما احترامنا له أصبح مشبوها كما نشرت أحد الحلقات أصبح هذا الدين مشبوه وباب لنشر الفتن والمؤامرات باسمه وباسم ربه ونبيه وصحابته أما كان الأسلم الخروج من هذه المكيدة التي تدعونها مكيدة الاستعمارية ومكيدة تجار الدين والذين يتعامرون وطلعوا يقولوا هذا الدين ما أخذين إجازة خلاص لن نتحدث باسم الدين بعد الآن توقف نأخذ إجازة عشر سنوات هذا الدين نأخذ إجازة من الفرائد لا ننصلي ولا نصوم ما بطلنا الدين نأخذ إجازة من هذا الدين لن تنقله بالدنيا ونغلق هذا الباب نهائيا ونفكر بطريقة علمية نقول هذا المدرسة هذه الشروط قامت المدرسة منهج علمي لا لا علاقة بالدين ولا علاقة بالآله ولا أن يعترض معه وتقولون الدين هو العلم خلاص هذا نجيب مدرسة ونأخذ إجازة من الدين عشر سنوات الناس كلها لا صومون ولا صنو ولا فرائد ولا رجال دين ونرتع من هاي الموضوع عشر سنوات بحيث نغلق كل أبواب الشر وكل أبواب على تجارة الدين كلهم هذا حل سهل ليش ما تتحدث بهذه الطريقة يا سيد عدنان لماذا تعزن نفسك وتعتقد بأنه أنت فقط الصحيح والآخرين كلهم غلط بس أنت الصح ما هذا ما هذا ضرور طبعا ربما أتحدث الآن وقال لك ها والله كذا والله كذا بالنهاية بالمحصلة أي قضية تصير لن يتوقف الإسلاميين عن حياكة المؤامرات والدسائس بكل أنواعه هم بيناتهم يتحاربون ويتأمرون على بعضهم ويتحالفون مع أكبر الشياطير حتى الشيطان أكبر يتحالفون معه هو نفسه يتحدث يقول الخميني جابه طائرات فرنسية على أساس يعني واذا جابه شنو مشكلة لما هذا الربط الجزافي بين قضيتين لا علاقة بينهما هو رجل متدين ورجل رجل دين استغلوا هو استغلهم وهما استغلوا والضحايا من هم أنا وأنت نحن الشعوب الفقيرة المسكينة التي تعتبر بعين هؤلاء جميعا عبيدا نحن عبيد بالنسبة لهم مو عبيد لله لا عبيد لهؤلاء وشوفوا وشون يقبلون أيديهم وكيف يقدسونهم ويدفعون الناس تدفع لهم الأموال بالملايين من سمح بهذا المسألة من أمثالك يا سيد عدنان أمثالك الذين ما زالوا يهمون الناس بأن الحل ما زال في الدين وهاي 1500 سنة تدقل 1400 الإسلام عمره وهذول تسعين سنة يعني 1490 سنة بعظمة لسانك ونحن ما زلنا في هذا الخراب المستمر وتطالبنا بالعودة أيضا يعني نفس القصة التي ترجحها علينا من جديد وكأنك يا أبو غزيت يا أبو الزيد ما غزيت هذا كلام لا يجوز وغير مسؤول وهذا ضحك على الناس والحقيقة إذا ردنا بصراحة المؤامرة المؤامرات بالدين الإسلامي مو قبل 90 سنة هاي ل90 سنة أخوان المسلمين وكما قلت أنت يعني الجناح السني وجناح الشيعي وخلق هذه المشكلة فيما بينهم لا المؤامرة موجودة من يوم السقيفة المؤامرات اشتغلت من يوم السقيفة أصلا بل أرجع لك قبل المؤامرات اشتغلت بيوم بيوم بيعة يعني بيعة العقبة بل أيضا المؤامرات بدأت تعمل بيوم صلحة الحديبية هذا هو الإسلام ليش يكذب على نفسنا بل المؤامرات بدأت بقتل الأسود العنسي العنسي هذا باليمن اللي هو اللي هزم معاد بن جبل وكاد أن يكون هو سيد الجزيرة العربية لو لا أرسلوا لأمرأة غدرت به وقتلته بإعاز من الرسول هذه مو مؤامرة ماذا تسمي هذه صحيح أنت نحن متحيزين للرسول لكن هي مؤامرة بالنتيجة فالمؤامرات هي موجودة أصلا وليست ما دام أنت في السلطة فأنت عسى أنا عندي مؤامرة أطلع بكرة أروح أبيلي حاجة فأنا لا جاي أخطط المؤامرة عندي حاجة على باب الله وهذه الحاجة أحاول أن أبيحها بطريقة سوتي لها غلاف خاص وهذه المؤامرة هي هذه المؤامرة يعني يتخوفوننا بهذه العبارة اللي على أساس إنه قضية خطيرة الآن أبدي بالجزء الثاني من الموضوع ولكن بعد الفاصل الآن هذا الموضوع يبدو بعيد عن فكرة القضية لأريدات رحة لكن هي قضية أساسية لأنني أريد أتعمق أكثر بالفكرة هذا البوس لشخص يدعى دكتور حامد يدريسي بالصراحة أنا ما عندي فكرة عنه يقول ماذا يقول هذا الشيء يقول إن الزواج هو قوامة وليس شراكة هذا هذا البوس أنا أعتبر نموذج ممكن نشتغل عليها في فهم منهج التفكير للعقل الفقهي الإسلامي والعقل الذي يسيطر على مجتمعاتنا بالكامل منذ ألف وخمس بالتحديد منذ ألف عام يعني ممكن نقول هنا الموضوع ممكن تطلعون على التفاصيل هو معدد سبعة أجزاء ومقدمها على أساس تحت عنوان قوائد القوامة السبعة ومسوي هاشتاك وقار الموضوع بالنسبة لا يتعلق بالمرأة المثال حول علاقة الرجل بالمرأة الزوج بالزوجة الموضوع هو كما قلت ما يتعلق المرأة هذا هنا الشيء المهم هنا يبدو أن المرأة هي شيء عندما يتعامل هذا الرجل كيف يفكر هو يفكر بطريقة منهجية هذا المنهج الديني الإسلامي الذي وضعه الفقاهة قبل ألف عام يعني تحديدا بالقلر الثالث الهجري والرابع الهجري هو بالنسبة إلى هذا السيستم الذي يشتغل عليه هو لا يستطيع التفكير بطريقة أخرى وغير قادر على أن يفكر بطريقة أخرى بل يطالب العالم كل أن يفكر بطريقة يقول أنه الزواج قوامة وليست شراكة أن المرأة لها وضحة هي زوجة وليست شريكة وأن العلاقة بينهما هي طاعة وليست تفهم وأن مشاورة الزوجة هي فضل لا أكثر وليس بواجب حسنا أنا وافقت عليك أنا ما عنده مشكلة هذا منهجك لكن يا أخي أنت تقول الزواج قوامة وهذا رأيك وممكن يعني عندك رأي خاص بك لا مشكلة وليست شراكة لكن الآن هذا من أين أتيت بهذا هل هناك قائدة واقعية أو قائدة اجتماعية أو منطق علمي يؤكد هذا الكلام من أين أتيت بهذا تقول هذا هو الشرع وهذا أخي هذا كلام لا يجوز نعلم نعيش في عالم مختلف هل قدمت لي إحصاعات على هذا الكلام ما هي أدلة المنطقية لهذا الكلام لماذا تقول الزواج هو قوامة وليست شراكة وأن المرأة هي زوجة هو طبعا حتى زوجة لا هاي كلمة معاصرة تقريبا وليست شريكة وأن الألاقة بينهما طاعة لا تفاهم لا بس أوكي وافقت عليه لكن هل لديك إحصاءات تؤكد أنه هذا الكلام صحيح هذا دليل ليش أضرب هذا المثال أنا وأقول أنه ليست الموضوع أنه زوج وزوجة لا بالعكس هو القضية كلاهما مشتركان في الشيئية كلاهما موظف يؤدي وظيفة الخاصة ضمن المنهج الذي وضعه الفقهاء قبل ألف عام تقريبا فبالتالي نفهم الآن العقلية التي يفكر به هؤلاء ومن أتم عدنان إبراهيم فهؤلاء يرون أو ينطوون على رؤية للنفس والعالم الشاء رؤية كارثية قاتلة وهي لمدمر حياة الناس والتي هي التي أفسدت كل شيء في مجتمعاتنا وما زالت تفسد وتستمر في الإفساد الموضوع ما العلاقة بينه الدين وتجار وهنا عليك مؤامرات لا العلاقة بالبنية الأسس التي تقوم عليها ثقافة هذه المجتمعات وهذه الأسس هي نفسها التي سمحت لجميع أن يلعب ويعبث سواء داخل من أبناء هذه البنية وهذه التربة الثقافية التي نشانا عليها أو من قبل الناس الدول الأخرى أو القوى الأخرى المختلفة هنا هذه الرؤية للنفس والعالم والأخطر طبعا علاقة الإنسان بنفسه أولا وعلاقة هذا الإنسان بمناهج أخرى في الحياة يعني تعدمات قل لي أن هذا المنهج قبل ألف عام يقول كذا وكذا وكذا يعني لا بأس لكن أنت هذا المنهج شنو ما هي المبررات استمرارها وتنفيذها على واقعنا الحالي لماذا تطبق هذا المنهج ولا ترى ما يحدث على عرض الواقع هذه كارثة هل هذا شيء ممكن في زمننا هذا يعني أترك لكم الحكم حتى لما لا أتحدث كثيرا لكن يجب أن يعرف أي مسلم أن هذا المسلم سواء كان أمرأة أو رجل أن هذا المنهج الدين الصارم المقدس لن يخرج لنا إنسان يمتلك هويته الخاصة هذا 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 المنهج سيشعر بغض النظر عن نقدي له سلبا أو إيجابا أنا أقول لك هذا أنا أقدم وصف السكريبت ما علاقى هذا تشيئ للناس تشيئ محاولة تحويل الناس إلى قرابين نساء ورجال المسلم بالمناسبة ينتقد الغرب لماذا لأنهم يسلعون المرأة يعني هو ما ينتبه إلى الكارث الذي يسويه هو يلغي الرجل يلغي الطفل يلغي المرأة شلع يعني يعني يشلعهم شلع يعني مو يسلع المرأة لا هو أصلا يلغي وجود شيء إنسان بل هؤلاء يقدمان كقربان لصاحب الأمر وأهل الحل والعقد كما بالتعبير الديني وهؤلاء لهم الحق بأن يفعلون بالناس ما يشاءون أما علاقة هذا المسلم بمناهج الحياة الأخرى يعني الحياة هي مو بس منهج ديني فهذا العلاقة لا لا يجوز ما عندك أي علاقة بهذا المناهج الحياة الأخرى لا أولوية لشيء آخر غير أولوية المنهج الديني الذي أنت وهو السنة والكتاب وأن تتبع الحديث النبوي ولا تعرف هذا الحديث ما هو المنطق الذي يحكمه ما هي حاجتنا ما هي علاقة هذا الحديث مع احترام لنا النبي لكن هو يغطي يغطي كل شيء باسم النبي يغطي كل شيء باسم الله يغطي كل شيء باسم الدين وبعد ذلك يطو غرين كارت يعني يدخل أين ما يشاء وأين ما يرغب طبعا هناك طبعا تبقى علاقة واحدة فقط وطريق واحد أما كل طريق ومنهج آخر فهو كفر في كفر جن نسأل سؤال ماذا عن بقية العلوب والمعارف ماذا عن التجربة والملاحظة وتراكم الخبرات وتغير الظروف والحاجات لا لا يجوز ما يجوز هذا العالم ما موجود لا نأخذ شيئا منه هذا العالم يجب أن يسير كما نشاء وهذه الطريقة اللي يفكر بها عدنان هاي الطريقة اللي يفكر بها عدنان يقول لا إنسان هك حدثت أخطاء لكن الإسلام الفرمية عام هذا المنهج ما تترجع هذا المنهج يا سيد عدنان هل هذا هو الإصلاح ما لتك يعني بدلا من أن تقول أنا سأكون الفقه الجديد الذي يحل كل الإشكالات أنا هذا الإسلام بأكمل أربعة فقهاء أو خمسة أو ستة توقف الفقه من ألف سنة تخيلوا دين يعتبر نفسه عظيم ولا ينتج فقهاء على مستوى أبو حنيفة مستوى مالك ومستوى الشافعي وحنبل وابن حنبل يعني من المواضع وأدل الشيعة جعبر الصادق والأبوضياتهم فمعقولة ليش معناها الدين مغلق معناها الدين غير قادر على أن يتطور أنت بدلا ما تصير مصلح صير فقه نقدم خطابك الجديد والذي يحدث ما يهجث وتدعي بأن أنت بطل العالم ولماذا تصبح المرأة الشريكة مثلا يعني هي القضية مو أن المرأة تصبح شريكة أو ليس الشريكة مو هنا الموضوع حتى لكي لا أفهم خطأا ولا القضية حسب المثال اللي ضربته لأنه موضوع يندرج على قضايا أخرى لكن هذا ضربته مثال على طريقة التفكير لهذا الرجل اللي اسمه الإدريسي فالإدريسي أعتقد اسمه مع الذكر المهم فهذا هي مو قضية أنه المرأة شريكة أو غير شريكة وليس لا الحالة ولا عكسها لكن القضية بأنه أنت تتبع منهج عمره ألف سنة أنت تتبع هذا المنهج بدون تفكير أي أنك نزعت العقل من رأسك وتريد أن تنفذ ما يقوله هذا المنهج وكأن هناك شيء أنت خارج العالم خارج التاريخ لا يؤثر فيك الزمن أنت تريد أن تحدث الأمور كما يقول المنهج هذه يعني أكو صنامية أكثر من هاي بعض يعني حتى عباد الصنم الوثنيين أيام الوثنية عندما كانوا يعبدون الصنم يكسرونه أنت حتى هذا الصنم المنهج الذي تتبعه لا تستطيع المساس به أنت ألعن من أي وثني الدين الإسلامي الآن دين وثني الصرف وثني باللغة يعني الوثنية اللغوية أخطر بمليون مرة من الوثنية الحجرية أخطر من أن تكسر التنثال التنثال يتكسر إذا ما كسرت أنت الطبيعة تكسر لكن اللغة الوثنية اللغوية كيف تكسرها لهذا السبب يشوفوا المؤامرة الخطيرة اللي أسسوها الفقهاء في القرن الثالث ورابع الهجري لحد الآن اللي حن يدفع تمنها المؤامرة اللغوية هذا يتحدث المرأة قوامه ويكتبك سبع فقرات لغة 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 ما بها أي معنى لكنه يقول لك هو هذا منهج بالنتيجة المسلم الملتزم الآن لا علاقة له بالتقدم ولا بالتطور التقدمه وتطوره بالنسبة لنفسه وفي مدى التزامه بنص وفقه وشريعة وإحكام موجودة في الكتب الصفراء وهذه الأحكام تتحدث عن عالم مختلف عن عالم مختلف ليس على الأرض ولا حتى في السماء ما تعرفين عالم أسطوري عبر الزمان والتاريخ وجميع العصور وهذا ما حصل فماذا كانت النتيجة النتيجة كانت نشأة شعوب لا معنى لها ولا هوية واضحة شعوب لا ينتمي أفرادها لأي شيء هم حتى في واقعهم اليوم يال لا ينتمون لأنفسهم بل ولا حتى للدين نفسه الناس معلقين عندما أشوفها أنا أشوفهم بالتعليقات لا الله محمد يكرر كلام إنسان ملتاث ما عنده أي شيء يقوله وحتى يخاف أنه يقول شيء خارج الطريق خارج خارج المفروض هو كل ما مطلب عنده أن يسير على النهج الموضوع له سلفا لا غير وكل عقل يشتغل فقط عقل لا لزوم له طبعا هو كل عقل بأني يحافظ على بقاء ضمن الطريق عقله مخصص أنه يحذر من أي محاولة لحرفه عن الطريق هو شخص روبوت يعرف ما يجب أو ما لا يجب هو يعني صفر واحد يشتغل على طريقة طريقة النبي يعني بال مصطلحات الكترونية المهم قصدي هو يشتغل هاي ما يدخل أو يخرج ما عنده ما يقوم كل سهل عند الأمور المسلم بالتالي هو كائن مفرغ من الإنسان لا إنسان داخل المسلم هو من اسمه مسلم هو مسلم نفسه يعني أسلم نفسه ونفسه هي ما لا قيمة هو عبد لنفسه فهو ليس يعني هاي النفس التي لديك التي يعطاك إياها الله هاي النفس يجب أن تنكرها إنه لا غلط الله أعطاك هاي النفس ويجب أن تتخلص يعني كيف يعطيك النفس وبعد ذلك ويقول منطق عجيب غريب ما تعرف كيف تتحدث مع هذا الشخص لن تجد إنسان حقيقي بمعنى كلمة أمامك بل بل أنه يفتخر بأنه ليس إنسان حقيقي أنه مؤمن أنه مسلم على عين ورأس لا بأس لكن أين أنت يعني هذا الإسلام أوك أنت مسلم على عين ورأس لكن أين أنت أريد أن أنتبه إلى وجود إنسان أمامي له شخصيته وله حضوره وله رأيه كيف سعرفك كيف أميزك عن الآخرين أنت لا تقول أنا أنا تميزني عن الآخرين فقط في مدى انسجامي مع الخط الجاهز هذا تمييز خلن نكمل كلام المقطع الأخير في بعد الفاصل والآن أصدقائي ستحدث عن اللهوت الإسلامي ومدى اتصاله وانفصاله عن الواقع بل حتى عن المسلم نفسه أقول المسلم الإنسان المسلم منشطر الآن رغم كل المكابرات والإدعاءات هذا الإنسان يعيش حاليا في عالم مختلف ويتغير جذريا بين سنة وأخرى بسرعة هائلة جدا ما هذا على هذا الإنسان أن يبقى هو نفسه ليس هو فقط أن يبقى حتى المعتقد الذي في رأسه يبقى نفسه لا يمسه أي تغيير المسألة هنا تصبح ليس أن يعود هذا الشخص إلى الماضي وليس أن تعود شعوبنا ومجتمعاتنا جماعاتنا وليس مجتمعاتنا إلى الماضي بل العودة إلى مكان إلى حيث لا أين إلى حيث لا كيف إلى حيث لا متى ولا لماذا علينا أن نبقى هكذا معلقين فماذا يقول لنا مثلا سيد عدنان إبراهيم عن هذا الحال سيقول لا المنهج صحيح مطلقا الصحيح مطلق لا يجوز هذا المنهج استمر 1400 سنة ويش رأيكم ويش رأيكم هيك يقول لكن لا لا يقول لك ما هي نتيجة 1400 سنة يقول لك لا هي التسعين سنة الأخيرة اللي بدأ بيها واحد صبي اسمه حسن البنة استعمله ما أعرف إيه والوثائق موجودة هؤلاء هذول لا يمثلون 1400 عام التي سبقتها فهذه ليست هذه التسعين سنة ليست نتيجة تمخضت عن رحم ما سبقها الإسلام كما يزعم السيد عدنان توقف قبل تسعين عاما شدوا روسكم يا قرعان يعني بالعراقي أو شدوا روسكم يا صلعان كل هذا اللطن ما عاجبوا السيد عدنان لا يتحدث السيد عدنان هنا عن غياب العقل الذي أدى بنا لما نحن فيه غياب العقل معناه ماذا معناه غياب المعرفة غياب التجربة المعايشة غياب التأقلم مع الظروف والتعلم منها والاستفادة منها وتطويرها وإنتاج أشياء حلول ومعالجات مستمرة كما يفعل الغرب الغرب عندما تجد ترى على أي موضوع صناعة مادة يصنعونها مثلا هذا القلم هذا تلقى مثلا قبل مئتين سنة ناس حاولت تترتب تلقي تروح تشوف التطورات مالته بعضهم يكتشفون حلول قبل مئتين سنة موجودة الوثائق مالته احنا ما قدنا تراكم يجون الوثائق واكتشف شيء ربما كان مفيد قبل مئة سنة واحد اخترع شيء ضمن سلسلة تطور هذا القلم وقالوا الآن ينفعنا هذا احنا عدنا هذا الشيء احنا ما عدنا إنسان لا عدنا تراكم لا عدنا معرفة لا عدنا صناعة لا عدنا فكر 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 أخاف واحد يعتقد أنه عدنا فكر احنا ما عدنا فكر حتى لا واحد يعني يصورنا قلت هذا الكلام بالغلط النتيجة السيد عدنا ما يتحدثك عن غياب العقل يقولك لا غياب الدين الدين مختطف مختطف لكن أين العقل لا يتحدثك عن العقل العقل هذا اللي يجب أن نعقل به الأشياء الذي نرى بها العالم لا يقولك أكو منهج 1400 سنة صحيح وكأنما هاي 1400 سنة كنا احنا في الجنة ويجي هذا الابن البنة الحسن البنة الآن بعد تس إنسان أخوان المسلمين والخميني والولايات الفقه الآن فقط نحن في حال سيئة بسبب هؤلاء لأ هو كان الدنيا يعني يعني عسل آخر حلاوة عجيب هذا يعني ما أعرف يعني ما أعرف يعني هل نحن نقو ناس غير قابلين للتعلم يعني ما أعرف متى نتعلم أقول واضح إحنا ناس لا نتعلم ولماذا لأننا ندعي بيننا متعلمون أصلا نقول لا الدين الإسلام علمنا وفعلا علمك علمك على ماذا اسأل نفسك علمك على أن تنعزل على أن لا تتعلم على أن ترفض العلم أن تحتقر العلم وتجد كل مطعن في العلم واللي الآن نحن عايشين بفضل هذا العلم والعلماء لا تجد كل فرصة حتى تنال من هذا العلم لماذا لأنك تعرف أن هناك مشكلة خطيرة في ناس وعند غرور غرور مرضي بأن أنت أنت متعلم أصلا لأنك وهبت فضيلة هذا الدين العظيم الذي صنعه فقهاء قبل ألف سنة لخدمة الملوك والحكام والمستبدين والجبابرة على العالم وإلا فإننا بالنسبة نحن نعرف عده كل شي جاهز ومن نحن نحتاج أن نتعلم لأننا متعلمون أصلا الدين علمنا كما قلت وعلى العالم أن يتعلم وإن لم يتعلم منا فتصفيه فيها العالم كله غلط إحنا فقط اللي صح هنا سرح نكتشف سر الأزلة العزلة المرعبة التي نحن فيها ممكن أن نسلم على أي واحد متعصب لدينا شوفوا كيف ممكن يتحدثون يعني أنا أكاد أشعر بحجم الخراب في نفوس هؤلاء أنا واثق هؤلاء يعيشون الآن على صفيحة من نار الشكوك والخوف والقلق والانسحاق والإحساس بالمهانة والأدام المعنى لأي شيء فيهم أو حولهم أو لهم المسلم المؤمن أنا مع احترامي كأن يستحق الشفقة وكلنا نحن يستحق الشفقة طبعا لكن هذا أكثر واحد يستحق الشفقة لأنه مسحوق مدمر شخصيته ملغية تماما أمام ناس شوهم يشتعلون فردية واستقلالية وحضورا وإبداعا وابتكارا وهو لا لا يعرف ماذا يفعل لا يعرف ما زال يبحث عن البصل والطماطم وهل أديت فريضة الصباح واليوم شفت واحد عدة متابعين بالملايين يعتبر نفسه هيتش خبير باللغة الإنجليزية ومهندس وما إلى ذلك ويقول والله صلاة الفجر فيها مشكلة وأدى عشر تالاف مارف مئة ألف متابعة مئة ألف لايك صلاة الفجر فيها مشكلة هو قضية الوحيدة على كل حال شوفوا شوفوا وجه سيد عدنان إبراهيم مع احترامي وأحبه أنا أحبه طبعا لأنني أشعر ببراعته وأشعر بحجم الورطة اللي هو فيها وأرى بأنه هو داخل روح نبيله لكن هاي الروح وقعت في بئر لا قرارة له مليان يعني يغص بالحروف والدعوات والآيات والكلمات وهذه الحروف اللي منذ نعمة أرفارة كما يقال سقط فيها ولا يعرف كيف يخرج منها رغم أنه يعرف يشعر بالخلل المرعب الذي فيها أنا وجه عدنان من عندما خاصة السنوات السنتين الأخيرات وجه مهموم وواضح أنه مشكلة خطي ما يعرف يشعر واقع في هذا البير دعني نسمع الكلمة الأخيرة لكن هل يقترس الشيخ الشعراوي أكثر مما كنا نرجو فضل الله يوقيا مقاطع الشيخ العرب بالله وفس الكتاب الله مصطفى محمود المثقف المسلم الصالح الواعي اللي كان فاهم لعبة الأسولية الإسلامية وحذر منها وقال الأمريكان صناعة قربية صناعتهم وكما رأيتم المؤمن المسلم يستحق الشفقة بصراحة هو يهرب من حسن البنى ومن إخوان المسلمين ومن الولايات الفقه ويصفط في مصطفى محمود ويتحدث لي عن الشعراوي وهؤلاء هما صنيعة الدولة يعني هما غضن الناس الناس يشتغلون صالح الدولة وهو يقول هذا أنه الدولة كانت تحدد وهذا وزير فهؤلاء اختاروا طريق مختلف وهو الآن يعني كان يتغزل بعيون الحكام ويقول أن هؤلاء الناس الأبرار أدعوكم فقط إلى مشاهدة حلقة خاصة للأخر الشيء حول الشيخ الشعراوي وتعرفون من هو الشيخ الشعراوي حقا أليس هذا هو نفسه يا سيد عدنان أليس هذا نفسه الذي منع زرع الأعضاء زرع الكلى للمرضى وهو أليس هذا هو نفسه الذي ذهب إلى الخارج وتعالج بنفس المرضى الذي بنفس بالفتوى التي أنكرها هو نفسه يا أخي ما معقولة هذا الشيء لا يصدق هناك وجه آخر يوضح لنا حجم الأزمة الدينية التي تصيب الجميع وهؤلاء هم النماذج التي يمكن أن نقدمها كصورة لما هو حال الروح أو نفس العربية المسلمة الآن المقموعة المدمرة هذا ممكن نشوفه بالشخص مثل وجه القنابي اللي هو عدو عدنان اللدود هذا الشخص كما ترون هذا الدوجه يشع مع احترام كراهية وحقد على العلم وكل شيء لا يأتي على هواه على هواه لاحظوا يعني كم مرة الدماء التابعون في دواته لاحظوا كم مرة يزم شفتي غيظا وهو يتحدث لماذا هذه ليست غيرة على الدين كما يزعم ويبرر يعني مع احترام للشخص أنا جبت مثال أنا أقصد بشكل عام هذا طمع ويعني غيظ غيظ وغيظ من كل ما يحدث هو يريد أن يتحدث الأشياء على طريقته فقط على الطريقة التي تعلم بها وحتى شهادة يضع لك هو حتى مجرد بروباقاندا حتى يبرر فيها وضعه وأنا أعتقد الويل لنا جميعا لو أتيحت فرصة لأمثال هؤلاء للتعبير عن مشاريعهم وأنفسهم ويسمح بعد ذلك لهم بالتسلط على رقاب الناس وأولهم المسلمون أنفسهم والحمقى المؤجبون بهم والسؤال الآن هل أن الدين كما يصفه هؤلاء سواء عدنان أو ضده النوع الكمي وليس النوع عدنان إبراهيم وغيره أمثالهم مثل يعني باللدن والإخوان والحسن نصر الله وبصر الله وعمر الله هذولا وعمره خالد هاي النماذج كلها لأن الدين هؤلاء يمثلون الدين فعلا الجواب نعم يعني نعم هي هذه الحقيقة وعني الدين الذي وصلنا من الموروث يعني قرل الثالث الهجري ورعب الهجري والنتيجة أنه اتباع أشخاص مثل سيد عدنان وقنيبي هي نتيجة أنه يقدم لك صورة واحدة للدين ويقول لك أنها 1400 سنة هو الدين هكذا عدنان هذا مالتنا يجيك هذا السلف يقل لك لهذا الدين مالتنا كل واحد يقول لك هو هذا ما فيه يرى يعني هو هذا فقط لكن هذا هو الدين فعلا بالصراحة عندما نذهب إلى القرآن الكريم نجد أنه هذا القرآن لا يقدم لك قراءة واحدة بل يقدم لك آلاف القراءات والاحتمالات والتأويلات لا تستطيع تمسك شيئا والآن اتضحت أنه كل المفاسرين هم غلط طلع أجهة لوكسنبر قال البروفيسور متخصص باللغات القديمة قال هذا القرآن طيه اللغة عربية لكن الكلمات ربع القرآن غير مفهوم وهذه الحلول قدم منه حلول قال هذا معناها كذا وكذا وكذا تضحت الأمور يعني مو تضحت مئة بالمئة لكن هذا باب كان مغلق لماذا أغلقه لأنه يريدون تقديم قراءة واحدة والسيد عدنان هو من هذا النموذج يقول لك أنا مصلح لكن لا يقول لك أنا مصلح قال لك الدين الحقيقي هو عندي يجي القني يقول لك الدين الحقيقي عندي يجي واحد فتي فتى اسم عبدالله يجي واحد يقول هذا تاجر دين يتعامل مع الأمريكان ومع الصهاين ومع لذا ما الحاجة لكل هذه الفوضى فهل يؤقل أن الله هذا الله يرسل آيات يعني تقرأ مرة واحدة وبمعنى واحد هذا السؤال الخطير الذي يجب أن ننتبه له يعني هذا القرآن الذي أرسله الله هل يؤقل لمرة الأخيرة يعني هل يؤقل أن يرسل شيء يقرأ مرة واحدة وبمعنى واحد وعلى يد جهات محددة سلفا والويل لكل من يمنحها يعترض على قولها ويمنح هذه الآيات معنى آخر هل يؤقل أن إلها أين كان رأيان به بغض النظر هذا إله على عين هو إله هل يؤقل هذا إله يرسل الكتاب أو علاج لكل مشاكل البشرية ولا يضع في اعتباره اختلاف الأزمنة والأمكنة والبشر والنفوس والعقول هل يمكن أن تصدر ساعة لأي إنسان وليس إله أن تلصق به تهمة أنه لا يبالي بالمتغيرات ويصر على البقاء كما هو ولو انقلبت الدنيا أي إله هذا الذي خلقه لنا أمثال الإصلاحي عدنان وأنداده وطبعا في المستنقع نفسه كثيرين مثل القرضاوي قرضاوي البنة وبن لادن وقنيبي وابن رشدي وحسن نصر الله وبصر الله وعمر الله ونعمة الله أولا جميعا هذا الإله الذي أرسل آخر رسالة للدنيا أي إله هذا الذي لا يضع في اعتبار تغير الأمور وانقلافها وتحولها شكرا جزيلا وآسفة ومع السلام شكرا جزيلا